أزيد من 1800 وحدة سكانية بصيغة العمومية الإيجاري تم بناءها ببلدية خنشلا خلال السنوات القليلة الماضية وأي السكانات التي تم الإفراج عن قائمة مستحقية وسط فرحة المستفيدين فرحة رمضان وزيد فرحة العيد وزيد فرحة الساكن الحمد لله يا ربي يعني ألف وألف ألف شكر للدولة الجزائرية ويستكن تورا والحمد لله المعاقبية غنع أبادي يزيد وإن شاء الله يا ربي هالمعاناة وإن طالت جاء بعدها الفرج بعد الإفراج عن قائمة المستفيدين من هذه السكنات التي يزداد الطلب عليها وهو ما مكن الولاية من الاستفادة من برنامج يضم أزيد من ألف وأربعمائة وحدة جديدة باشرت السلطات المحلية في دراسة ملفات طالبها عندنا حوالي ألف وثنممية وحدة سكنية اجتماعية جديدة برنامج جديد سوف ننطلق في الأسابيع القليلة المقبلة نذكر أنه فيه قائمة أخرى فيها حوالي أكثر من ألف وربعمائة جهود كبيرة تبذل في قطاع السكن بولاية خنشلة لتلبية الطلب المتزايد على مختلف الصياغ خاصة العمومية الإيجارية الموجهة للطبقة الأشعة وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين الإطار المعيشي لمواطنها